تطبيق ميولة أكثر للطبيب النفسي أكثر من الطبيب مثلا طبيب الأسنان هذه حالة الطبيب القلب لازم يفحص طبيب المفاصل لازم يفحص سريري يعني كثير الباطنية يفحص سريري يعني في هذه الحالة جوز دعني نقول هذا التطبيق الاستشاري أكثر ما هو يعني هو إلى أكثر من استخدام احنا بالبداية كان عبالنا أكثر الاستخدامات ستكون عن طريق الطبيب النفسي بس تفاجئنا أنه لا موهج الحالة أكثر استخدام كانت نسائية مثلا طبيب الأطفال استشارية الجلدية استشارية اليوم مثلا أم عندها مريض أو طفل بالليل حرارتها مرتفعة لا تقدر تزور الطبيب لأسباب متعددة أقول لحالات الطوارئ يكون حالات الطوارئ لا إحنا كحالات طوارئ التي تطلب زيارة المستشفى طبعا هاي إحنا ما ننصح بها لا طارئ استشارية طارئ استشارية نعم مئة بالمئة وخصوصا إذا أكو هناك معوقات زيارة الطبيب اليوم مثلا أنا عايش بمحافظة أو بقرية معينة والطبيب الأخصائي موجود ببغداد فأنا ما راح أقدر أروح ساعتي على مود وألزم لي سيرة وأحجز لي ورسبوعين على مود أستشيرة أقدر من خلال التطبيق وأنا قاعد ببيتي فسهلة هواية أمور يعني أكو حالات ثانية مثلا واحد أخذ تحليل مختبر ونتائج تحليل أخذ رأي طبيب وراد يأخذ رأي طبيب ثاني يقدر من خلال التطبيق يرسل للطبيب نتائج التحليل ويأخذ رأي ثاني يعني هي مو بالضرورة أنه أنا أحتاج أزور الطبيب تجيني راتشيته ما العلاج من الطبيب لا إحنا الاستخدامات الأساسية للتطبيق هي استشارة استشارة أو مثلا شرح تحليل عن طريق المختبر بس إحنا من ندخل بسالفة إذا ما الطبيب ما منحق بهذا التطبيق ينطع علاج المريض حسب تعليمات وزارة الصحة لا فلذلك إحنا كتطبيق الهدف مننا الأولي هو الاستشارة أكثر حنقول مجموعة من يستخدم هذا التطبيق والله إحنا اللي لاحظناه أكثر مجموعة هم يعني من ناحية اختصاص طبي طب النسائية وطب الأطفال وأكو توجه بالفترة الأخيرة خلال آخر كم شهر للطب النفسي أهمي أن أكو أقبال عليه لأن تدري الطب النفسي شوية إلى خصوصية فمو الكل يقبل يروح إيادة طب نفسي وعالم يشوفه موجود هنا ستة تطبيق حاليا؟ موجود نعم فعال؟ فعال وجاهز وتقريبا صار أكثر من 20 ألف واحد مستخدم يعني ممتاز في بغداد فقط في بغداد والمحافظات كلها بلش بي تطوير بعد مستقبلاً بي تطوير ناس بدأت بي روشتوا إلى حتى نقدر يعني ناس كنت تستفاد منها خدمة ممتازة جداً يعني في الحالة طارية أقدر استشار طبيب هذا يوفر كثير من الأمور يوفر النقل ويوفر المجهود ويوفر الوقت كذلك إلى الطبيب وإلى المريض بهذه الحالات وخاصة بهذه الزحامات صحيح وإحنا كشرارة أولى للتطبيق حقيقة انطلقت ورا كورونا لأن هناك حاجة كل مهمة لها التطبيق للاستشارة للاستشارة والحمد لله طورناه يعني مراحل تطوير متعددة تدري التأول ما تطلق التطبيق ورا أشهر مراحل يكون نفسه فضفنا إلى خصائص ضفنا خصائص مقالات صحية متنوعة ضفنا خاصية أنه الشخص اليوم اللي عنده نتائج تحليل يقدر يخلي نتيجة داخل التطبيق حتى تبين للرينج هل هو من ضمن نتيجة من ضمن الرينج الصحي أو لا ومستمرين بإضافة الميزات للتطبيق